كانت العربية عاملتك. كتبار عدفتة المساعدة للمساعدة. تبقى ياتي فيه ان انت ماشي عطاره طبعا. 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 كده. مكانش بحاجة تمتصف في الزماني. لكن لو حتى جاء نشوف العربية دلوقتي. انت رايك تبقى العربية. زيك تاكي في ترميها. حتى العربية نفتاها باندهج انت كان في حد قدامك ولا لها. ممكن العربية باندهج انت بسجرة وطرامل. انت وانت قاعد مانت باش حاسس بالمطباط وانت ماشى عن طبيب. في حاجات كتير اول بدقة العربية. زيك. تعالوا نشوف الفيديو ده. منه ان احنا نستارف شوية. بعد المحاضرات لدينا بعد الساعة ثلاثة دبائش. فالله عادي بسطا من الفيديو الاستصاحي ومن ديناي. فتعالوا نشوف الفيديو ده مع بخ. وبعدها نفتاها بلد ام الان. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر دايما. هدي كم سنة? سنة. عشان عشان تصنع لك لفروسة اللي ده شايتم سيارة. ممكن تكون سيارة لسنةين. عمليات بكستاشية. وبعد كده طولها المنتج يتحطف عربية. انا شغال دلوقتي في مشروع شغال من اتين و سبع. ومسترض ان هو هينزل في الفين و سبتاشر. مسترض يبقى تلاتة مليون عربية. مسلا. مستوى المية شغالة بالنظام الانش. المشروع اللي انا شغال دلوقتي. لو انت جبت تتكلم في مشروع شغال من سنة كم? التين و سبع. وهينزل في سنة كم? كم سنة? تسعة سنة. تسعة سنة. لو انا جاء المكان دلوقتي على حاجة مليتنا شفناها من شوية. هل تيجى طولها الفجأة كده وبعد كده يوضة نعمل دفل عربية ومشطاها فلس حطناها? ولا في شركات كتير كانت شغالة الحاجات. الحاجات التكامل مع بعض الانضافة من اكتر او الشكل لديها. ايه اللي بتاني? هنشوف انا مع بعض. طبعا انت هشوف دي سوية حاجات امسالة. ودي امسالة مبسطة جدا. مبسطة طبعا انا كلمة مبسطة. في حاجات تانية اضافة. ومعقادة. بس تعال كده ما في حاجة. احنا طبعا هنكلم عن الانظمة اللي موجودة فيه في العربية. لو بس احد ده مش الغرض هنا ان انا والي. الانظمة نفسها يعبر عني. انا عايز اوليك عدد الانظمة اللي موجودة لها مثال زي ميكا ترونيكس دي العربية. ممكن نوع انها اثنى عشرات دي ميكا ترونيكس. كل واحد من ده ممكن شركة يكون شغالة حاجة او اثنين. يعني كم شركة شغلت الموضوع ده? بسميات العربية على المستوى العالم. ويات الشركات. طبعا. تعال انا نكلم على شوية امثلة بسيطة علشان هو ده اللي هنشرف حاليها التكنوليزيات الحديثة بشكلة بها الشركات دي. طبعا انا بديك ميسال معدد اللي هو مسال العربية. طب انا ممكن انكو ابعد على اي حumps او ممكن انخطبها على اي حhta. بنفس الله. ولكن انا سأشرح لك على العربية لانا ده متخصص بالنسبة لي افتر اهنا عن من بدر فارقة. لو جيتو فباوة في الميكا ترونيك سيستم. العربية قصرت بالها ميكا ترونيك Сيستم وجبها هصاب ميكا ترونيك سيستم. لو بينا نظرب فهن result رابوديكس بتاع عامي روديكس هو الميكا ترونيك سيستم. فميكا ترونيك سيستم هو يقبر لعلم الحديث لان هو موجود من الف وتسعمائية ممكن يقول حاجة وتلاتين. وفي حاجات كنت ناس بترجع للاساس علم اللي انت تقنف سنة الف وتسعمائية وشوية لشركة البيانية. العلم حد نفسه في حد ذاته مش حديث ولكن التطورات بتاعته اللي احنا وصلت لها في الفترة الحديثة دي اصمحت التكنولوجيا بتتطور يوم عن يوم الحاجة اللي كنت ممكن قبل كده تعملت دات سنة النهاردة تقدر تعملت دات شوية. لما كنت صلح حاجة او عايزة تجربها بتتنزلها الاول وبعد دي اصير في الناس وبعد دي اتأخذ راضي فالهم وبعد دي اتبدا تتطورها وتنزلها السنة اللي بعدها. النهاردة مش كلامين. انت بتعمل حاجة. وبتجربها. بتاخد رأيي الناس كمان خلاف سنة مسلا بحاجة انت ممكن تعملها بالتطورات بتاعتها العشر سنين. اللي احنا بتنزلها سنين. ده انا بشيء ببعض الامثلة اللي بسطة. لو دي انا بحاجة مثلا على سنة. بحاجة العربية. هو عبارة عن ايه? عن حاجة عيني مونة. اكثر حاجة درستاف عيني مونة. حاجة يقول دي كده دمبر وايه? وايه? دي عبارة عن دمبر بسر ايه? خيبته ايه? يمتصص ازمار بتاعتك المقبل على العربية. ده الجزء ان هو ايه? عربية لنستاذ حاجة ذاتها مستعدة عني. مستعد على على الهايس بتاعتي في وشفات العربية. ده هو مش هفصيل. ده انا شاكله. وهو راقصات الجزء بتاع العربية. كل خيبته. حاجة افترض. حد دي كده اشت الجرار الضراعي. حد دي كده. وانت دي كده جسك مش عامل تاملين. الكب عربية ومش على جزء اخرين. حتى العربية عملت عاملة كده. ايه اللي حصل? كل اللي جات لك موجودة. اتنقلت من خلال الكويتش بالجزء بتاع العربية هو زي اللي شاكل. طيب انا من خلال عامل مودل. انا نصمم ده طيب. طيب احنا عندنا كم شركة وكان مودل لكام عربية موجودة على مستوى العالم ليصنعها الحاجة. عندنا مودل زي كتير من زمان. كم شركة عادي بقى عادي الشركات لو انتم طرف العربية. طيب. كل واحدة تصمي الناشط هل هو واحد يوجود كده زي المصمار ولا كيبو. ولا كل حكة مختلفة على الحاسة بالعربية بتاعتي. حاجة زي كده انا كمهندس عادي تصمي. بناء على المنطوبة المتكاملة زي على سبيل المثال هنا العربية. تمام? ماشي. تعال نشوف حاجة تانية. الفرامي. في الفيديو اللي انا شفناه شوية. هو درب فرامي على اللارم حكاوتشات ولا تحكي مسلا درب مره على الكلش مات مره على الكلش اللي قدام لوحده علشان يعد العربية تانية. يعني دلوقتي اصبحت الفرامي معشي زي الاول. وفيه اكثر من نظام الفرامي. كان زمان كنت بتدرب اربعة. اللي اصبع مع بعض عشان العربية ده. وطبعا ده انت بتدرب لتك بتل عربية قلبت بناك. او بتدرب ثلاثة عربية رفت لكها من وره. ايا كان لو حد شاف الحواليس اللي هي القديم. دلوقتي معشي خلامه. يعني فيه الموجود ده. هو اللي يضرق. هو اللي يريد حكم في النسبة معينة على الخرامي بالنسبة للخوة اللي هو عايز يجيبه علشان يتغيرين جوان تجاه العربية. طيب. ده عبارة عن جلية. عليه اتنين جلية همين. وفيه قوة من خلال اتنين الخرامي بتاعتك اللي انت بتضغط عليها. تروح من المماشياء اللي هو حيبن سامين ليه. اللي انت بتروح تغيره. زيت الخرامي. زيت الخرامي اللي انت بتروح تغيره بعد سطرة لما بتحرك. فزيت دي يضغط على اللي اتنين جلية دولي يضغطوا على الجلية الرئيسي والجلية الرئيس ده اللي هو متركب عليه العجلة او الاكسس معنا اصح الجزء اللي بيليف اللي هو راكب على الاكسس بتاعاتها العربية علشان هو احناك العربية. بتوقف ازاي عن طريق الحركات مع بعضها. معلنا من الجزء ده. الفكرة كلها ان النزام البليجي ده بحق ازايو. هل هو سادس كل العربيات? لا. كل شركة بنزيلة مدن خاص بيها? اه. صيب. فيه شركات موجودة اصد. بتصمع حاجة واحدة. المعادن اللي هي بتصمع منها البليج ده بحيس ان مع الوقت ما تبقلش. او في حالة ان في مقرأ ان المياه مزحتك. في حالة ان في تالي. في حالة ان في حرار وما الى ذلك. الحاجات دي كلها فيها شركات عشان تصمع بس البليج ده. هيا. ده نظام. هنتكلم بعد تلك على حاجة على حاجات. ده استعمل الخرج على رقم الحاجة. ده ايه? ده يعني العربية نفسها بحاجة زلت جسم العربية. جسم العربية تلات وقتين. اللي هو كام. ده اللي هو بالنص هنا عندنا. في النص هنا ده النص. وفي حاجات ما هنا مش انت بتيجي كده وغير النهل بتاعت الاول والثاني والثالث هو ده الجوز اللي هو في نص. مين اللي بي لقلت حركوا حاجة اسمها تلاتش. تلاتش ده? طبعا ده تلت يجيب الاولاني بتبقى اول قبل ما تضغط. يقول لها تدرح علي الاول. ايه الدبرياج ده? تبقى عندك الموت وبنطلع لك حركة ده ورانية. وكوزي يبقى التلوز ده لما بيلمسيه كده عن طريق الاحتلال بالاحتكاك بدي ايلف معي. فلما انت بتضغط على الجوزي ده الاول. وبعد كده تختار كس معين وبعدك هترجعهم تاني. هو ده مش عالي تطليمي. مش فيه بيبقى عرويات تقول لها كده في عرويات بتوصل ديمتين وتلاتين كميلي بالساعة. مش في عرويات تقصها قولها ثمانين كيلو متر. وما الى زي. طيب. الصمع دي بحق زي. مش انت محتاج تتحكم فيها. تتحكم فيها زي. ما انا ممكن اعمل كده. ممكن اعملها ميكانية. ممكن اعملها مين? الاتنين. يعني نتكلم عليك هشو نتكلم. هتكلم عليكين واحد. طيب. انا بالوقت عايز اعمل ستك هنطرول. هعمل ستك هنطرول ازاي. حدك شاكتل عرباتك. ماتتك حدس دلوقتي. شغال ازاي. قد تضغط على البنزين. او بمعنى اصح. النسب. النسبة من السرعة. مش هقول لك البنزين. عشان نكون يعلمين اه. هو بيقولك انت ضغط على البنزين وتبدو الضغط عليها ده البنزين والألم. ومش بنزين. هو انت بتيجي تقول له. انت عمدك ش فانت بتضغط نسبة. ثلاثين الناس. المياه هو عملي. يعمل اكيد سرعة. بيزولها الواحد. وبتقلف. هو بيقللها الواحد. عمل كامل ازاي. ما انت عندك شو. خلاص تمام. وبعدين. احتاجت جنباه كنترول يونيت. بتتحكم في المكانية ده. بناء نعدد. اشارة جاية منا. طيب. المكانية ده بتحكم في ازاي. ده بابدل كنترول يونيت ده ازاي. ده هنتكلم عندي تمان شوية. في روح يعمل كبار. من هنا. لفقد ده كونه مقدمة. من ده 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 كلام لها. حيدي يقول. على سبيل المكاني. انا عملي الطائرة في طارق الكويتش ناس. الطائرة بتاع الكويتش. يعني العرضيات هو يمثل من انبيعين جده.